مجزون ليهم الأنباء من يمن شباب أهلا بكم أفادت مصادر أمنية عن سقوط قتلى وجرحة في اشتباكات بين قوات الجيش وحماية المنشآت في محافظة شبوة مع عناصر عصابة المسلحة تابعة لمليشة الانتقالي المدعومة إماراتيا وبحسب المصادر فإن الاشتباكات حدثت بعد محاولة عناصر مسلحة تابعة لمليشة الانتقالي عرقلة تقدم قوات المنشآت لتأمين حقول النفط في جنة هينت والاعتداء على أنبيب نقل النفط الخام في مدرية عسيلان حيث بشرت إطلاق النار على قوات الجيش بدفعها إلى الرد على مصادر النيران وسقوط قتلى وجرحة من الطرفين هذا وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من دحل العناصر التخريبية وتأمين موقع الشركة ومحيطها كما شهدت مدينة حديبو مركز محافظة أرخبيل سقطرة شهدت تظاهرة شعبية غاضبة رفضا لمليشة الانتقالي المدعوم إماراتيا وتنديدا أيضا بترد الخدمات الأساسية والغلاء المعيشي كما رفع المتظاهرون لفتات تندد بتدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار وانهيار العملة الوطنية ورفضا لسيطرة مليشة الانتقالي على الجزيرة والتي بدورها دفعت بمدرعات عسكرية إلى مناطق بالقرب من مكان الاحتجاجات في موضوع آخر أفادت مصادر مقربة من أسرة الفنانة انتصار الحمادي أن محكمة غرب الأمانة الخاضي على سيطرة مليشة الحوثي أجلت اليوم الأحد جلسة جديدة لمحاكمة عرضة الأزياء انتصار وزميلتها المختطفات منذ فبراير الماضي وذكت المصادر أن القاضي الحوثي أجل جلسة المحاكمة أسبوعين على أن تعقد في الثالث من أكتوبر القادم وذلك بسبب عدم إحضار السجينات إلى المحكمة في ظروف غامضة لا تعلمها عائلة الحمادي لافتة إلى أنها ستكون جلسة ختامية قبل النطق بالحكم بينما سيقدم كل الأطراف دفوعهم الختامية قبل حجزها للحكم تواصلت الاحتجاجات الشعبية في مدينة تعز للتنديد من هيار قيمة العملة الوطنية وتدهور الوضع المعيشي وكذلك الاقتصادي وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات كما أغلقوا عددا من الشوارع مطالبين بتحرك حكومي عاجل لاحتواء الأوضاع والتفادي وقوع كارثة إنسانية وشيكة وذلك بالتزامن تواصلت أيضا عملية الإضراب الجزئي للمحلات التجارية في المدينة حيث أغلق التجار محلاتهم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على استمر تهاوي سعر العملة وعدم تحرك الحكومة لمعالجة الأوضاع نظم مكتب الصحة العامة والسكان في محافظة تعز اليوم الأحد نظم الدورة التدريبية التنشيطية للعملين الصحيين في المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وذلك بتمويل من برنامج الغذاء العالمي والوصول الإنساني للشراكة والتنمية الدورة التنشيطية للعملين الصحيين في قطاع التغذية تهدف بحسب القائمين عليها إلى تأهيل 60 عاملا بمعارف وما فاهيم حول برنامج متطوعات صحة المجتمع وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية التكملية لمختلف المراحل العمرية والكشف المبكر عن حالة سوء التغذية وكذا التوعية حول الأمراض المعضية وأعراضها وطرق الوقاية منها إذن هذا ما لدينا حتى الساعة في أمان الحم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر